أهلين ومرحبا بديكم في سلسلة الدروس المتعلقة بلينغوستيكس أو تسنيلست أو اللسانيات باللغة العربية هتلاحظوا معي معلش من بداية اللي بنقول لكم ملاحظة وهتلاحظوا معاي وهذه لفظة لاحظة وملاحظة إلى أخير لأن هذا العلم كل قائم عن الملاحظة باستخدام أدوات علمية وهذا اللي نأمل من خلال هذه الدروس أن تكون في أيدي الجميع اللي هي الأدوات العلمية المستخدمة في هذا العلم هنستخدم ألفاظ الإنجليزية كما هي حقيقة وهي أصبحت ألفاظ عالمية يعني زي ما نقوله مثلا باللغة الإنجليزية مش نقوله ديناصور نقوله بكتيريا نقوله فيروس نقوله كمبيوتر نقوله كذا عربت أو مزغت إلى آخره فأصبحت جزء من الحديث حتى ما نتقلش عليكم ما نكترش عليكم لسببين أول شيء نبنسهل العملية التواصل بيناتنا بنستخدم الألفاظ الإنجليزية الأصلية ولو ننصدقها بالنطق العربي والآخره لكن كذلك نبنسهل عليكم في عملية البحث فيما بعد يعني ستشوفوا هنا في الشاشة أو في الجنب أو أحد الجوانب الألفاظ هذه ستكتب بالحروف اللاتينية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الأصلية متاعها وكذلك الأمثلة هنستخدموها كذلك بالحروف اللاتينية فقط للتسهيل لأنه اجتبحتوا عليها بعدين هتلقوها بسهولة أكثر في جوجل وغير اللي بيتوسع في المواضيع ولهذا هنتجنب حتى كتابة لغة العربية والأمازيغية هتكتب بالحروف اللاتينية بأكبر قدر ممكن فقط للتسهيل ولأن هذا العلم كتب بهذه اللغات طيب في علم اللينغوستيكس هذا أو علم الليسانيات والتسنيلست حنتكلم أو حنقسمه إلى ثلاثة أقسام من كل قسم فيه فرعين حنتكلم في الصواتية اللي هي فوناتيكس والفونولوجي حنتكلم في الفوناتيكس بإسهاب عن مخارج الحروف حنبينكم في الشاشة منين يخرج اللفظ منين أصله منين كيف هل هو صوت ثابت أو مهموس المهم هذه كلها حنتكلم عليها في وقتها وحنتتبين في وقتها وأهميتها كذلك حنتكلم عليها حنتكلموا على الفونولوجي حنتكلموا على التاريخ الحرف منين المنشأة كيف يخرج شين التحول اللي يصير فيه هذا الحرف إلى آخره الأشياء دي كلها المتعلقة بهذا العلم حنتكلموا كذلك وبإسهاب عن العلم أو ما يسمى بالمورفولوجي أو يعني التركيب اللغوي حنتكلموا على المورفولوجي وحنتكلموا عليه السينتكس وهذا حتى هو علم ولو كان صامت شوية وفيه شوية جفاف ولكن حاولوا نقربوه بأمثلة وإلى آخره بشي سهل علينا جميعا حنتكلموا كذلك على علم المعاني وهو علم جدا مشوق ولكن متأكدنا كثير منكم حيعجبهم هذا العلم حنتكلموا فيه عليه السيمانتكس اللي هو معنى الألفاظ نينجت شين ما نشاءها شين أصلها كيف تحول من معنى إلى معنى آخر شيني الأشياء اللي تحصل في الألفاظ حتى تتغير وهذا حيقودنا طبعا إلى أسباب تغير اللغات وكيف تتغير اللغات من شكل إلى شكل آخر وتنتقل من لغة إلى لغة أو إلى عامية إلى فروع لغات إلى آخره وحنعطوا أنثلة كثيرة عن هذا حنتكلموا عليه لبراجماتيكس وهو علم نوعا ما حديث حتى هو بروحة وربما نعرفوا لكل جزء من هذه العلوم بروحة شين أصلها وشين المقابل لها باللغات العمزيغية والعربية والآخره حتى تسهل عملية البحث على البحثين فيما بعد بالله عليكم ركزوا معي على حاجتين مهمتين أن الألفاظ اللي نقول فيها واللي هنقولها هتكون مختارة بعناية من التنوعات الأمازيغية الموجودة أو من اللهجات العامية في شمال إفريقيا السبب في هذا أول شيء لتقريب الموضوع أما أن الأمازيغية لأنظر لها كوحدة واحدة وهي اللغة الامازيغية الميعيارية و لما يتساءل الإنسان عليا allá في اللغة الميعيارية علش ما فيش حرف الهاء بنوعيه اللي موجودين عند اموهاع الى اخره هذه الاجوبة هنحاول نجاوب عليها كلها من خلال هذه المواحضات وبالعلم مش كلام نحني حننقلوا كلام العلماء هذا اللي نقول فيه كلها موجود روح في الانجليزية وبالفرنسية وباللغات كلها للأسف ولكن في اللغة العربية قليل وناذر جدا 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 لنكترك هذه الاشياء وتلقاها بطريقة علمية من دائرة ولهذا انا لست الافضل حقيقة يقدم هذا العلم ولا ادعينا اكون الافضل ولكن لوجود فراغ في الساحة الليبية ولحاجة الملحة اللي نشوفها على اقل في نظريني لمدرسين اللغة العلمية الامازيغية انهم يستفيدوا من هذا العلم وينهلوا منها ونتمنى ان نرغب الجيل الجديد والشباب انهم يقحموا هذا العلم بقوة لانه هو مستقبل اللي بينقذ اللغة الامازيغية وبيطور منها وبيزيد منها بحي تصبح لغة علمية ومخدومة بعلمية وباتقان كامل للأسف اجد جرعة عند الكثيرين جدا الخوض في اشياء كثيرة تتعلق باللغة بغير ادواتها اتخيل ان كنت تدخل في علم الفيزياء والكيميا ولا اي علم من العلوم بدون ادواتها هل تقدر تخلط اي شي فيه هل تقدر تخرج بنتائج سليمة بمقدمات غير سليمة قلتلكم هذا الكلام هذا كله هذا العلم يقدر قسمه العلماء الى فروع كثيرة حاولت انقسمه الى مجموعة اللغويات التطورية يعني يتكلم عن منشأ اللغات وكيف تطورت وكيف انتقلت مثلا من السامية الى العربية والعبرية طبعا تفرعوا منها اتنين من اللاتينية خارجة الايطالية والفرنسية والاخره من الامازيغية حنت تكلم عنها وعلاقتها بالمصرية والكوشية والاخره يعني هذه العلوم كيف وطبعا دائما هتلاحظوا معايا نقول ربما ولعل وقد يكون والاخره لان هذه اشباه علوم وليست علوم قطعية ولكن نستطيع بيقين في اشياء كثيرة منها نستطيع ان نتحدث بيقين وفي اشياء يعني نحاول ان نحن ندروا مسافة بيننا وبيننا الاطلاق في حتمية هذه اللغات كذلك اللغويات التاريخية وهو علم مشوق جدا انتقال لفض من معنى الى معنى اخر اما بالتخصيص او بالتعميم او بالتحول المعنى يعني في اشياء كثيرة تتحكم في هذا العلم حنجوها في وقتها كذلك اللغويات الاجتماعية وانا تخصي الاصلي هو علم اجتماع حقيقة وليجريتا هو علم اجتماع حنتكلم عليه دور اللغة او الطريقة في الحديث دور الطبقة الاجتماعية او مستوى العمر او الى اخره في هذا الشيء وهذا سنتجدوه كذلك مشوق كذلك علم اللغة النفسي كذلك علم اللغة العصبي بهذا مش هنطلق لهم هلبا لان متأكد متأكد ان المدرسين مش هستفيدوا منهم هلبا لكن هنطلق لهم ربما احد يستفيد منه في المستقبل ويريد ان يتخصص به واكتساب اللغة ونظيرات اكتساب اللغة والاخير هي شيء جميل ومشوق جدا ومهم ويجب ان يدرس لكل مدرسين اللغة العمزيغية وكذلك من يرغب في تعلم لغات اخرى غير العمزيغية عن طريق معرفتها وتعمقى في اللغة العمزيغية مرة اخرى هذا الموضوع ليس موضوع يتعلق باللغة العمزيغية انه يتعلق بعلم اللغات نفسه اللي هو يمكن يطبق على اي لغة في العالم وحنضرب امتلة بلغات اخرى بعضها اتحدثها وبعضها لا اتحدثها وانما اتي بامتلة من ناس اخرين وفقط لتثبيت او برهنة بعض هذه النظريات اللي يتكلم عليها علماء اللغة كذلك علم اللغة الالي وهذا علم مهم جدا يعني ما تستغربوش انتو لما تكتبوا في جوجل حاجة يترجمها لكم كيف صارت العملية هذه كيف تتم الميكانيكية متاع ترجمة اللغة الالية او كيف متى تتكلم بالتليفون مع الالة زي الايفون ولا الايباد تضغط عليه ترد عليك سيلي تقولك شن هو اللي تبين انت ترد عليها تمشي تبحث لك عن الحاجة وترد هالك وفي دقة كبيرة جدا هل كيف هذا العلم صار كيف استطاع العلماء يدخل هذا علم الالة صدقوا ولا تصدقوا بدون علم لا يستطيعوا ان يقوم بكل هذه الاشياء اذا شمروا على ادراعكم وتعلموا هذا اللغة العلم حتى تكون تتسلحوا وتسلحوا اللغة الامازيغية بكل هذه التكنولوجيا الموجودة وكل هذه الاشياء الموجودة في العالم اللي تخدموا بها لغتكم وتخدموا بها ثقافتكم حنستدل هلب باللغة الامازيغية وبالعامية وباللغة العربية وبالانجليزية والفرنسية وبمجموعة لغات كثيرة اخرى ولكن اللغة الامازيغية هي المحور لان فيه تساؤل عليها كثيرة من قبل مدرسين لغة مزغية انفسهم لانهم لو كانوا مش مقتنعين بلفظ معينة ومش مقتنعين باختيار معلم في المناهج لن يستطيعوا ان يصلوا هذه القناعة الى الطلبة لهذا من خلال هذه الدروس اتمنى ان نوصل هذه القناعة اليكم ونوصل كيف نشأ هذا العلم وشان اساسهم نينجي نشكركم مرة اخرى وننتظر الاطالة وان شاء الله المحاضرات مش هتكون اطول من 20 دقيقة في الغالب وحتكون سلسلة طويلة وتصبروا معانا ربما تأخذ سنة ربما سنتين او اكتر ربما سنة او اكتر نشكركم شكر جزيل ونتمنى ان تلاقوا في الحلقة الجيدة